اشتركوا في القناة اوزع الولد ذول المظاهرين اوزع لهم من عنده والله العظيم يعني ان عندي محل بحيقور عزلتها صالي من يوم الجمعة لحد هذا يوم يومية عزل جاء اوزع لهم ماء ووزع لهم موز ولالانقي وهذا لهم للأبطال كلهم أبطال إذن كانت هذه بعض الهتافات التي رفعها المحتجون في ساحة التحرير في بغداد اليوم والتي تشهد حالة من الاحتقان في الشارع تميز بالاستجابة لدعوات العصيان المدني في العاصمة وعدد من مدن البلاد التي أغلقت فيها المدارس وبعض المؤسسات الحكومية أبوابها في هذه الأثناء خرج رئيس الوزراء العراقي بمجموعة تصريحات أبرزها الدعوة لعودة الحياة الطبيعية في العراق وأيضا الوعود بالتحقيق في نوعية السلاح المستخدم لضرب المتظاهرين داعيا إياهم بالعمل على عزل من يحاول أن يندس بينهم على حد قوله فيما وصف من يحاول عبور جسري الجمهورية والسنك بالخارجين عن القانون حالة الاحتقان السياسي في العراق مستمرة تخلى لها عسيان المدني تفاوتت الاستجابة له في مدن البلاد توتر تسعى السلطات العراقية إلى حل حالته ومحاولة إنهاء حالة الغضب في الشارع من خلال الاستجابة لمطالب المتظاهرين الرئيس العراقي برهم صالح أكد في لقاء مع ممثلي النقبات والمنظمات أن الرئاسة تعمل من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيقدم إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع ويسمح مشروع القانون الجديد بضمان احترام أراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب وكذلك تغيير مفوذية الانتخابات بمفوذية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيدا عن التسييس والولاءات الحزبية مساعي الرئاسة العراقية تأتي ردا على العسيان المدني الذي لقي استجابة في عدد من القطاعات لا سيما منها الحكومية التي عرفت غياب آلاف الطلبة عن مقاعد الدراسة إضافة إلى موظفين حكوميين متظاهرون قطعوا عدة شوارع في العاصمة بغداد ومدن أخرى استجابة لدعوة تنفيذ عسيان مدني عام في البلاد للضغط على السلطة ودفعها إلى تحقيق مطالبهم وتعطلت حركة المرور في عدة طرق لساعات طويلة مضطر مئات الموظفين إلى العودة إلى منازلهم وأغلقت المدارس وبعض الإدارة الرسمية أبوابها أيضا في الديوانية جنوب بغداد استجابة لدعوة العسيان وكذلك أغلقت المدارس في الناصرية والبصر أبوابها في حين امتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم في مدينة الحلة بمحافظة باب الجنوب بغداد وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية وموازات مع الشلال الذي أصاب العديد من المؤسسات الحكومية شرع مواطنون في التجمع في عدة مدن من البلاد للبدء في مظاهرة جديدة وبالتزامن مع حالة الاحتقان في الشارع أعلنت السلطات العراقية إحباط مخططات لهجمات إرهابية تستهدف العاصمة بغداد وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن السلطات الأمنية اكتشفت متفجرات وأجهزة اتصالات كانت معدة للتفجير في وقت خروج المتظاهرين إلى الشوارع من جهته قال أمين وعام الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق في لقاء مع الحرة قال إن الشعب العراقي اختار أن يتخلص من النظام السياسي الحاكم في العراق بعد أن أثبت هذا النظام فشله على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية مؤكدا أن الحكومات الماضية رسخت مبدأ الطائفية ولم تنجز أي مشروع لصالح الشعب مفرح في أن هذا الشعب قرر خلص الانتفاضة على طبيعة النظام السياسي الحالي الذي طالما حذرنا من 2005 ولحد الآن في أن هذا النظام لا يصح العراق لا في دستورة ولا في طبيعة التشكيلات السياسية التي حكمت العراق والتي بنيت على أساس الطائفية وعلى أساس العرقية وعلى أساس المحاصصة وتبنت الطبقات السياسية التي حكمت نهج الفساد ونهب عمال الدولة طيلة الفترة الماضية ولم يبنى أي صرح ممكن أن يفتخ البيل العراقيين طيلة هذه الفترة وأيضا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل أعياد الطوفان المحلل السياسي وأيضا ينضم إلينا خضر دوملي ناشط مدني وحقوقي أهلا بكما ضيفاي الكريمان أبدأ معك سيد أعياد بقراءة سريعة ونظرة سريعة لتطورات المشهد الاحتجاجات مستمرة التظاهرات مستمرة دعوات للإضراب والعصيان المدني وصولا إلى تصريحات لرئيس الوزراء عبدالعبد المهدي تحدث فيها عن تقليل ساعات حظر التجوال تحدث عن أن هذه المظاهرات والاحتجاجات تساعد الحكومة على تنفيذ الوعود وأهمية عودة الحياة إلى طبيعتها تفضل تحية لك سيدتي تحية لضيفك الكريم وتحية لمشاهد قناتكم الكرام أهلا بك السيد عادل عبد المهدي كالذي صمت ذهرا فناطق كفرا اليوم تفاجأنا في تصريحاته في البيان الذي أذاعه قبل قليل يا سيدتي الثقن عدمت في هذه الحكومة كما انعدمت في الحكومات السابقة على مدار 16 سنة ما بين هذه الحكومات والشعب ما فجر الأفضاع أكثرها هو التقرير لجنة تقص الحقائق التي أنشأها السيد عادل عبد المهدي حول قتل المتظاهرين ولم تجب هذه اللجنة من قتل المتظاهرين ومن هم القناصين وبأمر من يعملون ومن أعطاهم الأمور هذا الأمور حتى المرجعية قالت عن هذا التقرير إنها أغفت الحقائق إذن الثقة معدومة ما بينهم إدامة الزخم الآن الموجودة في المتظاهرات أخذت منحنة آخر الآن شيوخ عشائر مع عشائرهم هؤلاء جميعا نضموا إلى ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات هل يعلم سيد عادل عبد المهدي هناك نقابات كثيرة أعلنت العصيان منذ أيام مثل نقابة المعلمين والمحامات هل يعلم هو الإصابات التي حدثت البارحة رأينا أحد الشباب الأبطال الذي لا يتجاوز عبر 18 سنة 3-4 رأسطار حتى يسوي نجنة يعرف منه هذا السلاح أنا أقول له يا سلاح هذه القناصة الأنشتائر اللي مداها 7 كيلو هاي القناصة اللي تخترق المدرعات والمصفحات وهذه القناصة وهنا الطامة الكبرى توجد عند أثنان عند الجيش وعند الميليشيات المنفلتة سعرها أكثر من 7000 دولار لا يستطيع هذا المتظاهر البسيط أن يؤمن هذا المبلغ إذا فرضنا هي كانت عند أولا المتظاهرين سنتحدث بطريقة أكثر توسعا فيما يخص موضوع استهداف المتظاهرين وطبيعة الأسلحة المستخدمة وخصوصا أن هناك تصريح من رئيس الوزراء في هذا الخصوص سأنتقل أيضا إلى ضيفي السيد خضر دوم لهو ناشط مدني وحقوقي بالتأكيد لديك معلومات سيد خضر حول ما يجري في صفوف المتظاهرين وما يتعرضون له لكن بداية أريد أن أتأكد منك أكثر كم وصلت أعداد القتلى وأعداد المصابين وطبيعة الإصابات حتى اليوم منذ بداية جهر أكتوبر وحتى اليوم شكرا جزيلا حسب متابعاتنا أن الأعداد ترتفع بسرعة وحسب آخر التصريحات أن عدد الذين تم تسجيلهم كقتلى وضحايا لهذا الحدث هو 250 ضحية لاستخدام المفرط للقوة و11 ألف مصاب هذه أرقام كبيرة حقيقة ومخيفة واليوم كان لنا اتصالات مع عدد مواقع في بغداد والمحافظات هناك عدد كبير من الجرحة لا يتم تسجيلهم ضمن قوائم المراسدين للمنظمات الحقوقية وأيضا هناك عملية منظمة لملاحقة الناشطين خارج ساحة التحرير في بغداد في المنازل وبدأت رسائل التهديد تصل إلى بعضهم وأيضا محاولات تهديد البعض الآخر بدأت هذه الأمور تظهر بسرعة أيضا هناك استهداف مباشر بين فترة وأخرى بعض المراقبين أكدوا لنا أن استخدام المفرد للقوة وانقبل بعض أفراد القوات فض الشغب تبدو أنها منظمة وليس دليل أنه قلت تجربتهم وخبرتهم في هذا المجال حسب ما أدعى بعض الذين يبررون استخدامهم للقوة وأنما هو عمليات تهديد منظمة لخافة الذين يحتشدون في ساحة التحرير وكذلك في المحافظات هناك أمر آخر أريد أن أنوه إليه أن التظاهرات الحاشدة في المدن الجنوبية لا تتوفر عديد من الأخبار عن عدد الضحايا وأيضا الجرحة في تلك المناطق لأنه يتم تكمت على هذه الأرقام في الديوانية حصلة صباحا هذا اليوم وأيضا في البصرة في الموانئ عندما قاموا بقاطع الطرق حصلت اعتداءات كثيرة حسب بعض المراقبين هناك أمر مهم جدا مع ماضي الشهر أنه إدارة الأزمة في هذا الأمر من قبل الحكومة العراقية تريد التركيز على إطالة الأزمة لمجيء فصل الشتاء ولكي يصاب المحتشدين في الساحة بالملل والتشتت وخاصة أنها تلعب على ورقة أنه لا يوجد لجان من قبل المتظاهرين تمثلهم وتلبي إدارة التظاهرات بشكل منظم وتعلن عن مطالبهم الرسمية إلى درجة وهناك بيانات متسوسة من قبل أطراف موالية للحكومة باسم المتظاهرين بين فترة وأخرى وهي عملية منظمة تحاول الحكومة العراقية بسبب قلة خبرتها في إدارة هذه الأزمة اللجوء إليها وخاصة الأخبار التي تقول أن هناك هجمات ضد المتظاهرين أن هناك مخاوف ضد المتظاهرين هذه على الأغلب أخبار غير دقيقة لأن لا تتناقلها غير الوكالات القريبة من الحكومة ضيفايا الكريمان لو تفضلتما بالبقائم سأعود إليك بالتأكيد سياتخضر ولكن سنقوم أولا بعد هذا التقرير قنابل الغاز للقتل أمن الدموع لم يشهد العالم مقتل عديدين بقنابل غاز تهشم رؤوسهم كما يحصل في العراق منظمة العفو الدولية دعت مغداد لوقف استخدام هذا النوع من القنابل لأن وزن الواحدة وقوتها يساوي عشرة أضعاف نظيراتها ويتحدث ناشطون عن احتوائها جيلا جديدا من الغاز يسبب الاختناق الفوري والشلل المؤقت وبعضها منتهي صلاحية في ساحة التحرير تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بقنابل الغاز كل يوم تقول المنظمة إنها تأكدت من صور أشعات طبية تظهر اختراق القنابل جماجم بعض المتظاهرين ويقول طبيب عراقي إنه لم يرى في حياته قنابل غاز قاتلة مثلها ويؤكد أن كل الحالات التي علجتها أثبتت إصابة المتظاهرين بقنابل أطلقت عليهم مباشرة ويقول طبيب آخر إنه يستقبل كل يوم أكثر من سبع إصابات مباشرة بالقنابل وكلها في منطقة الرأس هل اعتمد البعض في القوات الأمنية العراقية قنابل الغاز بديلاً عن رصاص القناصة وهل يقتنع القتلة أن القنصة بالرصاص أو القنابل لا يثني ملايين المظلومين عن المطالبة بأبسط حقوقهم أعود من جديد إلى ضيوفي سيد أعياد الطفان إذن ربما معرضناه الآن ونتظر بالتأكيد على بعض المشاهد الصادمة يعني هذا التقرير يتحدث بصورة وافية عن طبيعة الأسلحة أو طبيعة القنابل التي وصفت بالغير المسبوقة يتم استخدامها ضد المتظاهرين وضد المحتجين والمطالبين بالإصلاحات ومطالب اقتصادية هي يعني واضحة ولكن لماذا تستخدم الحكومة العراقية مثل هذا النوع من الأسلحة وفي المقابل تنكر هذا الاستخدام وتقول بأن هناك الطرف ثالث هو من يستخدم هذا السلاح يا سيدتي هذه الحكومة أعطت للعراقيين كيلو عدس بـ 30 سنت لكنهم تضربهم بقنبلة محرمة دوليا بـ 500 دولار الوحدة هذه مفارقة عجيبة هذه من ناحية نحن كنا نتابع الإسرائيليين بتعاملهم مع الفلسطينيين ولا مرة سمعنا على مدار هذه السنوات بأن فلسطيني قتل جراء إصابته المباشرة بالغاز المشي للدموع أبدا تحدث هذا اختناق بسيط لكنها لن تؤدي للوفاة هذه إذا ضربت الرئيس تقتل الغاز مالها يعمي وأيضا يقتل إذن هذه عدة خصيصة هذه نفسها التي استخدمت في قمع الثورة الخضراء في إيران نفس النوعية هنا نقطة أود أن أشير إليها تفضل كل منظمات كل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية المستقلة والتابعة للأمم المتحدة هي الآن في رصد لهذه الحالة المأساوية خصوصا يومين أو ثلاث تتكرر أكثر من عدة إصابات جميعهم مضعوا هذه الحالة تحت المرقب وهذه لن تمر سدى ولن تذهب على هذه المنظمات المشاهد كما ذكرت هي مؤلمة وقاسية لكن الجميع وثقوها بهاتفهم وأرسلت إلى هذه النقابات وإلى الأمم المتحدة وستكون الحكومة العراقية تحت المساءة القانونية على هذه النقطة نعم سننتقل إلى ضيفي سيد خضر أيضا ليشاركنا أكثر حول هذا الموضوع سيد خضر غازات مشبوهة غازات سامة غاز السارين حتى يتم بأنه تم استخدامه في ساحات التظاهر هذه الأسلحة يتم استخدامها على الجبهات يتم استخدامها في الحروب ولكن بالنسبة للوضع العراق يتم استخدامها ضد المدنيين هل تؤيد ما تطرحه الحكومة بأن هناك ربما طرف ثالث يحاول فعلا خلق صدامات ما بين قوات الأمن العراقية وما بين المتظاهرين هو تأكيد رئيس الوزراء بإجراء التحقيق في الأمر يؤكد هذا الأمر أن الحكومة لديها أدلة وهي التي توفر هذا الأمر وإلا كيف وصلوا هؤلاء إلى صفوف قوات فض الشغف التي تشكلت حديثا ويبدو أن هؤلاء يقومون بحماية الذين يقومون برمي المتظاهرين بهذه النوعية من القنابل عدد كبير من المتظاهرين وتصلت بعدد كبير من الناشطين هناك أكدوا أن هناك عملية منظمة في طريقة ضرب هذه القنابل على المتظاهرين وهي مستهدفة لإخافتهم وإيقافهم من التقدم والاحتجاج باتجاه القوات أو باتجاه جسر الجمهورية أو جسر السينك التي في الحقيقة أن القوات تحاول جر المتظاهرين وهناك أطراف أخرى تحاول دفع الذين يقومون بالتظاهر المظاهرة هناك في الهجوم على القوات لكي تبرر عملية استخدام القوة نوعية الغازات التي استخدمت أكدت أن إصابة العديد بالعمل المؤقت الذين يتم عالجتهم داخل الساحة لم تذكر في إحصائيات اطلعنا عليها في تقارير الرصد والإحاطات التي نشرتها بعض المنظمات المحلية أشارت أن هناك حالات عمى مؤقتة لساعات وحالات أيضا فقدان التركيز هذه دليل أكيد أن هذه الغازات سامة وهناك طرف آخر بين القوات فض الشغب أو ضمنهم لكنهم لا ينفذون الأوامر الرسمية بعدم استخدام المفرد للقوة وهناك فرصة لهم ليمرروا لاستهداف المتظاهرين وإخافتهم هذا الجزء الرئيسي من أن الحكومة بدأت تشعر بالخذلان وبالملل من المواجهة وتساعد المستمر بالطرف الآخر للمتظاهرين والأعداد المتزايدة وزيادة التكتيكات وزيادة طرق الاحتجاج من قبل المتظاهرين والصور التي تنشر من ساحة التحرير بالتأكيد تبين حسب ما كان اليوم الأكثر الأشياء انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي أن ساحة التحرير دولة داخل دولة كل شيء هناك منظم حتى قارنوا بين رفع الأنقاض في ساحة التحرير وبين مناطق أخرى خارج الساحة وبين وجود فرق طوعية تقوم بتوفير الطعام والثقافة والتوعية وأيضا الحماية والدعم المدني والنفسي هذه الأمور كانت أكثر تركيزا في صفحات التواصل الاجتماعي ومن قبل بعض النشطاء الذين اتصلنا بهم هناك جانب آخر يرتبط أن الحكومة تقوم بعملية منظمة في استهداف المتظاهرين وهي ملاحقة بعض النشطاء ليلا عندما يخرجون العودة إلى منازلهم وهذا ما أكده لي أكثر من شخص هذا المساء قبل مجيء إلى استوديو إلى جانب أن الأعداد الأخرى من أن تعمد الشعارات الحكومية في إطلاقها تجاه المتظاهرين والسياسيين أنفسهم تصيب بالملل هناك السياسيون يقولون نحن مع المتظاهرين وهؤلاء السياسيون هم نفسهم الشباب الذين في الساحات خرجوا إلى الساحات لذدهم هذه عملية تمويل وتشميل من طبل السياسيين وواضح أصبح هناك مضوز في المطالب وفي هذه السورات ما بين العراق ولبنان سأنتقل إلى ضيفي سيد عياد الطوفان قبل قليل أيضا من ضمن التصريحات التي صدرت من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما يخص موضوع استخدام الغازات والقنابل قال بأنه سيتم البدء بالتحقيق بطبيعة الغازات المستخدمة يعني عموما طبيعة الغازات المستخدمة أصبحت واضحة ولكن لماذا لم يتحدث عن الجهة التي تستخدمها وبطبيعة الحال حتى لو كان هناك طرف ثالث يعني طبق الحكومة هي المسؤولة حتى الآن يا سيدتي الغازات هذه موجودة بكل دول العالم يعني تحدث ملاعب كرة القدم من تحدث أعمال شغب وغيرها لكن مو بتنفس هذه القنابل هنا السؤال هذا من ناحية من ناحية أخرى من الذي استخدم هذه القنابل إلى مكافحة شغب الذين لهم تجريبهم الخاص لديهم أجهزات ثم تجهزاتهم نحن على تواصل مع كثير من ضباطهم يقولون هذه لم نستخدمها وإذا لم تضرب سيد أعياد هناك من يقول بأن هنا قوات أمنية تحمل متظاهرين وهنا قوات أمنية أخرى تستهدف المتظاهرين لا أدري إن كانت هذه الكلمات أو الجمل التي تصدر من المتظاهرين صحيحة فيما يخص هذا الموضوع هذا صحيح والدليل على ذلك كس الفيديوهات التي انكشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا على جسر الجمهورية العسكر واقفين وأيضا بجنبهم ناس واقفين لا بسرين السواد ومقنعين لا يضر منهم أي شيء لماذا هذا مقنع وإلى أي جهة يتبع الحرامي عندنا فقط هو الذي كان يتقنع حتى لا يعرفه الناس كيف يقف أمام الجيش والجيش لا حوله ولا قوة وهم هؤلاء الذين يضربون هنا الرئيس الوزراء هل يكون تقريركم هذا وتحقيقكم بهذه اللجنة كاللجنة التي سبقتها إذا كنت تراهن على الوقت فإنت واهم الناس في إزدياد دامت الزخم كل القسوة التي استخدمت وبعند مفرط وبوحشية هي لم تثني هؤلاء الأبطال على الصمود أو التجمع أو الانتشار هم سلميون هم ينادون بالوطن البارحة فقدنا ناشطة قبلها فقدنا طبيبة شكرا لك قبلها فقدنا أيضا كثير من الشباب وهنا أركز سيدتي على صورة إذا سمحتيلي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشاب الذي رأسه ثلاثة أربعة مضروف من الطاقة واحدة أرجع وأقول هذه القناصة إنشتاير هذه المدى سبعة كيلو هذه المدرعات والمصفحات هذه لم تستورد ولم تعطى حتى للنظام السابق هؤلاء الأحزاب هم الذين أشاعوا الدمار والفساد وطبيعة القتل والوحشية منذ عام 2003 وحد هذه اللحظة الشعب خرط الشرب والشعب لن يعود إلا تتحقق مطالبه إنها ثورة وطن نعم من أربيل أعياد الطفان المحلل السياسي وأيضا خضر دوم لأن ناشط المدني والحقوق شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لكما لأنه حسن ما يريد حاليا نفائيا لا تبديل الحديث ولا تبديل الجزء بسيط وطبيعة القتل والمصفحات أحزاب نهائي المدفيد العاق لا مقتد ولا هذه حرة تظل theaaa المترجم للقناة بعد قليل نظرة مفصلة على لبنان ألاف المتظاهرين يتدفقون إلى وسط بيروت طرابلس وصيدة في أحد الوحدة تطورات المشهد بعد الفاصل المترجم للقناة